اشارة واضحة للمساري الذي يسلكه مراجعة الدستور مشروع يعيد رئيس الجمهورية بالإفصاح عن مضمونه عما قريب في رسالته بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لاندلاع الثورة يكشف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن نقاط تضمنها مشروع مراجعة الدستور وضعها في سياق الضمانات الجديدة التي تؤكد على تعمق الفصل بين السلطات وتكملها امداد المعارضة البرلمانية بالوسائل لأداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك اختار المجلس الدستوري تنشيط المؤسسات الدستورية المرتبطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمرقبة الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم فالتطوير العميق للدستور يعبد الطريق لإرساء دعائم ديمقراطية هدئة الهدف الذي يتوخه القاضي الأول في البلاد منذ خطاب الخامس عشر أفريل 2011 لقد سبق لي وأن أعربت ميران على رغبتي في إخضاء الدستور المراجعة وجددت تأكيد قناعتي ورغبتي هاتين في عدة مناسبات سيتم ذلك من خلال إنشاء لجنتين دستورية تشارك فيها اكتيرات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري وستعرض على الآلية اقتراحات أتولها بالنظر بما يتلاءم مع مقومات شعبنا قبل عرضها على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراحهم عن طريق الاستفداء ولما فتح باب الحوار بين السلطة والقوى السياسية والفاعلين الاجتماعيين في إطار مشاورة أولى قضها عام 2011 رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح خلصت إلى أرضية مقترحات ارتأى الرئيس بوتفليقة بعد فوزه بعهدة رابعة إثراءها بإجراء مشاورة إضافية أشرف على جلستها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيا رغبة منه لبلوغ أوسع إجماع ممكن حول أسمى وثيقة قانونية تحكم البلاد رغم مقاطعة بعض الأحزاب السياسية لهذه الجوالات التشاورية ومن حصيلة تلك المشاورات تبرز تطلعات المشروع بأبعاده الدستورية والسياسية الواردة في رسالة الرئيس بوتفليقة بتعزيز مبدأ الشفافية في إجراء أي انتخابات عبر دستالة آلية للمراقبة تتمتع بالاستقلالية لكي يكون لجنة يجب أن تكون إرادة السياسية والإرادة السياسية يجب الحوار بين السلطة وكذلك المعارضة ويكونوا لجنة ويجعلها آليات بعد ذلك كأن هناك تشريع وهذه الآليات تقول لجنة حقيقة مستقلة والانتخابات يخرج كل الأطراف راضية المعارضة راضية والسلطة راضية باش نقدر نبنو دولة حقيقة دولة كما آمنوا بها المشكلة ما ينطلحش تقدر تحطها بس كلمولا المشكلة هو ولا ما تتبححش ما تتبححش بالسكو جابال ما للميزون أفر جريدك تنفيذوها كيف شرح تنفيذها عيس كهذا اللجنة تكون أولا مخايدة ما تكونش ما تعينهاش أن السلطة التنفيذية ما يعينوها الأحزاب السياسية تكون مستقلة وتانيين الصلاحيات الصلاحيات المهمة لا ما عندهاش صلاحيات التنفيذ بعضهم تشوف غش وتقعد قاعدة ما تقدر تدير والو سأسير غير أما الإشارة الثانية في الرسالة فتضمنت منح المعارضة البرلماني آلية دستورية تسمح لها بممارسة دورها كسلطة مضادة بإمكانها اللجوء إلى إختار المجلس الدستوري المعارضة تلعب دور تحكو سلطة مضادة خطر في البرلمان رح يتحبس الأغلبية أولا نعطو لها الوسائل قانونية تكون عندها وسائل وسائل محفوظة سدخل قارنتي قارنتي كيفاش أولا أنا عندي قتليب لاحي ندروها في الدستور شيء جميل ولكن على الشرط أنه يكون حارس دستوري وإن لم يبدي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد موقفه من طريقة تبرير مشروع المراجع كما يخول له الدستور إلا أنه شدد أن الحكم الأوحد صاحب القول الفصل في التداول على السلطة هو الشعب لا سواه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر